السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم إذا نريد أن نعرف الإحصاء الوصفي إذا الإحصاء الوصفي يشفل عملية جمع البيانات وعرض البيانات أما الإحصاء الاستدلالي أو الاستنتاجي أو التحليلي يشفل عملية تحليل البيانات وصولاً إلى النتاج لاتخاذ القرارات المناسبة علم الإحصاء نستفاد منه في جميع العلوم الأخرى لأن نحتاجه في تحليل أي بحث في أي تخصص معين إذا كان البحث في الجانب الطبيل يسميه إحصاء حيوي إذا في جانب اقتصادي يسميه إحصاء اقتصادي وهكذا عدنا عدة أنواع من الإحصاء اللي يتناسب مع كل علم من العلوم وسائل الإحصائية عدة أنواع من وسائل الإحصائية اللي يتناسب مع كل علم نحتاجها وننحلل في البيانات إذن علم الإحصاء هو العلم الذي يهتم بعملية جمع البيانات وعرض البيانات وتحليل البيانات ووصولاً إلى النتاج لاتخاذ القرارات المناسبة جمع البيانات وعرض البيانات نسميه الإحصاء الوصفي أما تحليل البيانات ووصولها إلى النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة نسميه الإحصاء التحليل أو الإحصاء الاستدلالي أو الإحصاء الاستهتاج الدكتور عبد الحكيم جميل شكري الجامعة المستوصرية تدريسي في الجامعة المستوصرية كلية العلوم السياحية وسلم إدارة الفنان ترجمة نانسي قنقر